اشتركوا في القناة وفي حلقتنا اليوم من برنامج صحتكم أمانة بنتعرف على تخصص جراح الأطفال أو جراحة الأطفال كيف يعمل وما هي الاحتياطات اللازمة قبل إجراء عملية لطفل وهل يمكن إجراء العملية لطفل قبل ولادته من راحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الرحيم مصطفوي استشاري أول جراحة الأطفال راحب فيك دكتور قبل ما أنا أبدأ الحلقة لازم أتوجه بالشكر لك أنت يمكن الكثير ما يدومون أن أنا قبل ما أبدأ وأدرس طب توجهت لك وأنت كنت الناصح الأول لي عزيزة وأنت اللي قلت لي أني أتوجه لدراسة طب وخبرتني وكنت داعم لي خلال المسيرة هاي كلها أتوجه لك بالشكر مرة ثانية دكتورنا العزيز بس هذا مو معناته أن نكبرك أنت خير وبركة وعلمك الحمد لله رب العباد اليوم دكتور جراحة الأطفال الناس ممكن ما يعرفون الفرق بين الجراح العام وجراحة الأطفال لأنه يعتبر الجراح هو جراح لكل شي هل هذا الكلام صحيح؟ جراحة الأطفال جزء ولا فرع من فروع الجراحة العامة طبعا الكل يعرف أنها جراحة الأطفال يمكن عدد السنين التدريب والدراسة فيها أطول بكثير من الجراحة العامة لأنه كانت قبل عشر سنوات والعشر سنوات أقدر أقول كان لازم تتخصص جراحة عامة بعد ما تتخرج طبيب تاخد جراحة عامة وتنجح في جراحة عامة تتدرب خمس سنوات بعدين تاخد بالإضافة إلى هاي السنتين جراحة الأطفال تدريب حاليا في جامعات كثيرة حولت المنظومة هذه إلى أن تاخد جراحة عامة سنة سنتين وتاخد أربع سنوات اللي باقية ولا خمس سنوات بس جراحة الأطفال ليش دكتور؟ هل التركيبة مختلفة عند الأطفال؟ هل في يعني مثلا أعضاء ولا مقاس الأعضاء؟ ولا شيء من هذا القبيل؟ هل بحاجة؟ يعني ليش الاختلاف هذا موجود؟ دكتور بالنسبة لجراحة الأطفال أولا جراح العام يتعامل على أن إنسان بالغ وأنسجد وغير نفس التركيبة إنما حجم الأعضاء تختلف جراحة الأطفال يعني يعني يستلم الموضوع من قبل الولادة نعم من قبل الولادة في عمليات تتسوى قبل الولادة قبل الولادة قبل الولادة نعم ثم الخدج رضيع أطفال واليافعين يعني من قبل الولادة لين عمرة 18 لسنة خلني أركز موضوع قبل الولادة أثناء مثلا إجراء عملية جراحية لطفل أو لجنين قبل الولادة شو التخصصات اللي لازم تكون موجودة في الوضع هذا مثلا محتاجين في حاجة معينة قال لك مثلا أنت قررت قل دكتور كجراحة أطفال أنا أبغى أسوي جراحة على هذا الجنين متى تقرر وين قررت من اللي بيكونون إياك في غرفة العمليات طبعا من نسبة لجراحة الجنين بعدها في التطور مش متطور كثير نعم تتعامل في مراكز مختلفة ودايما تكون موجودين طبيب الأشعة لو سنارة ما سنارة وأشياء زي هذه دكتورة أمراض نسا وولادة موجودة بالإضافة لتخدير تخدير يمكن يكون أكثر من طبيب حتى طبيب تخدير عام وتخدير الأطفال بالإضافة لجراحة الأطفال أزين أوكي فيه يعني مش كثير من الحالات تتعامل قبل الولادة فيه حالات معينة تتعامل قبل الولادة لأنه فيه نوع خطورة من الإجهاض تحصل أثناء العملية أزين جراحة الأطفال يعني مثلا لما توجه لرجل بالغ في خطوات معينة لازم أتتبعها واحد اثنين ثلاث هو بالغ هو مسؤول عن نفسه التوجه عند الأطفال الحين أنا أريد أن أتساوي مثلا عملية جراحية عند الأطفال كيف هيئة الطفل هذا لأنه أنت مم محتاجة تهيئة طفل فقط محتاجة تهيئة أسرتك كذلك فكيف التهيئة تكون دكتور دكتور فيه خطوات معينة فيه أشياء يعني المنفروض الواحد يتتبعها لما عندي طفل أبا ودي لجراحة أطفال أولا الأهل لازم يكون هادئين ودوء الأهل مهم جدا ما يكون فيه توتر موجود ثانيا أنا كأب ولا كأم لازم أطمئن على صحة طفلي طيب أنا لما أود طفل هذا هل أنا مودي لمحل صحيح لدكتور صحيح مختص في هذا الشيء هذا يعني اليوم عندك الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تبحث عن الطبيب الصحيح لهال طفل ثالثا لازم أكون مع الطفلي صادق ما أكذب على طفلي أقول له إنه إذا نروح لعمل العملية ما تكون فيه ألم لازم أهدئ الطفل وأقول له أنه بيكون فيه إبرة وإبرة شيء بسيط دواني يعني بالطريقة هذه حتى بعض الأوقات أخذ الطفل لد الجراح أساسي أفهموا شو العملية وضرورة العملية أفهموا ليش العملية إذا ما سوين العملية شو ممكن يصير أوكي حتى بعض المراكز موجودة عندهم حتى في دبي عندنا يعني زي مستشفى جليلة ممكن تأخذ الطفل في تور لغرفة العمليات غرفة الإنعاش غرفته هو وكل شيء هذا توريه كيف بيكون شيء المهم جدا كمان الأم يكون مع الطفل الأم واللي الأب يعتمد هنا يكون مع الطفل دائما داعم نفسي داعم نفسي للطفل قبل العملية حتى لغرفة العمليات وبعد العملية أول ما الطفل بيرجع لوعيه من التخدير تخدير لا بس أثناء التخدير هل يفضل الوالدين يكونوا موجودين عندهم؟ يفضل أن الوالدين يكونوا موجودين لأنه بيكونوا يعني فيه نوع من الدعم بالنسبة للطفل نفسه وشو الأشياء طبعا الحين وقت الصيام هل الطفل كذلك قبل ما يدخل مسألة التخدير لازم يصوم كذلك؟ نفس الشيء بالنسبة للأطفال نفس الشيء يعتمد على إذا كان رضع حليب الأم ولا حليب وشو فرملا نسميه ولا الأكل وهذا مدة معينة لازم يعني بين خمسة إلى سبع ساعات يصوم طبعا إذا قرر الطبيب المتابع لحالة الطفل إجراء عملية جراحية للطفل يجب على الوالدين البقاء في حالة هدوء مثل ما تفضل الدكتور وقال وعدم إظهار أي نوع من التوتر والخوف وأيضا من الضروري عليهم اتباع بعض الخطوات اللي بتسهل عليهم وقت العملية الجراحية العصيم تابعوا معنا العرض التالي تابعوا معنا العرض التالي اشتركوا في القناة 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 الجزء المتضخم من كثير ما تدفع تحاول العضلات ان تتخلص من الفضلات الموجودة داخل البطن وهذا وهنا الطريق مسكر وهذا تضخم تتوسع شو يحس الطفل يحس ان بطن انت فقط طبعا من عشر سنوات الحالات هذه كانت يعني تيجي متأخرة تكون على سن خمس سنين ست سنين وعاشرة وبعض الوقات حتى اكثر حاليا من كثر ما نشوف نحن الامراض هذه صار هذه الامراض تتشخص بعد الولادة وشو اسبابها ليش ليش يعني ما لا سبب معين ما في لا سبب معروف الها نزيد اوكي طبعا تحس الطفل يتولد خلال 24 ساعة و 48 ساعة ما يتبرز يصير عنده انتفاخ في البطن وترجيع اوكي اوكي هنا انت اول يعني معروف يقولك اذا خلال 48 ساعة الطفل ما تبرز اول ما تفكر فيه كجراح اطفال تفكر فيها المرض هيرشبرانج هيرشبرانج بتحطونا في اللستة في اللستة اول شيء اوكي بعدين الهيرشبرانج هذه كانت تتعمل على اربع مراحل اربع عمليات اربع عمليات بجلسات مختلفة مختلفة يعني بين عملية وعملية ستة شهر اوه تصور الطفل يدخل يتولد تتعمل العملية هيتم اسبوعين في المستشفى يخرج من المستشفى باكياس موجودة تبرز من البطن اوكي لمدة ستة شهر بعد ستة شهر تعمل خزعة تشوف تفتح البطن وين في عصب وين ما في عصب اوكي تقرر وين ما في عصب وهذا تحاول تشيله عملية ثالثة تجي اتوصل الامعاء الغليظة مع بعض لتحت العملية الرابعة تسكر الفتحة زين يعني اربع عمليات كل عملية بين اسبوع الى اسبوعين في المستشفى اوكي واربع مرات تخدير تعب بالنسبة للأهالي والطفل نعم نعم حاليا العملية هذه تتعمل بعملية واحدة خلال اول ستة سابيع من الامر من فتحة الشرج من غير ما فيه اي فتحة للبطن ولا اشي يعني سهلت الامر سهلت يعني كلها الاجراء هذا وين انت منتو اللي سويتو ولا الاجراء في مركز من مراكز ثانية شوف هاي اول ابتكاره كان في اعتقد في امريكا ولا في دول برع نحنا جبنا الخبير نفسه هذا نعم للمستشفى لطيفة اتذكر نعم وحضرنا حوالي اربع حالات من الحالات هذه خليناه هو يسوي حالتين بعدين ساعدني انا في حاله وبعدين سويت حاله انا بنفسي وهو واقف من بعد سرنا نحنا يمكن كمركز عندنا اكبر عدد اكبر عدد حالات الهشبراند مش على مستوى دولة المرات على مستوى الخليج زي انت مادم قلت الاربع مراحل لخصتوها في مرحلة وحدة هل المرض يرجع مرة ثانية ولا خلاص لا انتهى انتهى المرات زين الشي الثاني دكتور انت قلت قبل مثلا ممكن الحالات تهمل يعني خلنا نقول نحن الحالة هذه انولدت في مكان ما في خبرة موجودة وعدت عليها من الحالة هل ممكن يصير فيه انفجار ولا شيء ممكن ممكن اذا اهمنا الاخر المرض وهذا تصير فيه التهابات في الأمعاء وتصير فيه انفجار في الأمعاء وهذا تأدي الى تسمم يمكن تأدي الى الوفاء للطفل هل المرض وراثي لا مو براثي مو براثي لكن دكتور في بعض الوقات تشوف ان الاهل يعني انا اذكر حاله كانت عندي انا مش كبير زي ما قلت لي الام سويت لها عملية الله يحفظك ها دكتور سويت لها عملية طبعا كبرت وتزوجت وهذا وصار عندها طفلين نعم اول طفل كان عنده نفس المرض وتسويت لها عملية مه وثاني طفل تطلع نفس المرض وتسوى لها عملية اوكي فدائما اقول شوف البطن بالنسبة الام هالجروح هالنتوهات اللي موجودة وشوف الاطفال ولا تبين ان عندهم كان هالمرض هذا فمن هنا تقدر تقول وراثة الى دور يعني الام وطفلين مزيد ايه معروفة ان اذا الام عنده يعني ممكن اربع اربع بالمئة اكثر من الاطفال الثانيين نسبة وقوع المرض هذا في عدنا نحن في الامارات يعني هل هي معروفة خمس حالة لكل خمس ولاد خمسين ولاد خمس تالاف ولاد سوري خمس تالاف ولاده حالة في المرض يعني من كل خمس تالاف خمس تالاف تقريبا عدنا نحن خمس حالات ايه ومعروفة ان الاولاد اربع مرات اكثر من من البنات من البنات طبعا اجراء العمليات الجراحية للاطفال امر صعب على الامهات والاباء لان مجرد سماعهم بقرار العملية يسيطر عليهم القلق والتوتر والخوف وهذا الخوف ممكن ينتقل للطفل نفسه ونحن في برنامج صحتكم امانة بنقدم للوالدين مجموعة من النصائح لتهيئة الاطفال للعمليات الجراحية تابعوا معنا العرض التالي اشتركوا في القناة 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 تكتور عبد الراحيم مصطفوي طبعا بعد ما تخلص العملية في شيء يعني ليطلع من العملية بعد فترة يبدأ يحس بالألم الإنسان البالغ ممكن يقول أنا عندي ألم وأبغي شيء يخفف الألم علي لكن الأطفال إذا كان رضيع ما يقدر مجرد يصيح وإذا كان شوي يعني طفل ممكن يتكلم ممكن يعبر عن الألم اللي عنده لكن أنتوا بالنسبة لكم كيف تسيطرون على الألم اللي عندهم أو كيف تتعاملون مع الحالة عقوب ما تطلع من غرفة العمليات دكتور بالنسبة للألم عند الأطفال يعني ما أخذ حيز كبير بالنسبة للطب حاليا يعني يتطور حتى حاليا أنت ما تعطي أي طفل إبرة في إيجه ولا في رجله ولا إيش إلا لما تحط مخدر معروف لهي أملة وهذا ستتقدر أساسنا يتخفف بقدر ما تقدر من الألم طبعا بالنسبة للعمليات نحن غير التخدير العام لطبع الدكتور التخدير يعطي مخدر وهذا نحن نحكم منطقة الجرح بتخدير موضعي طويلة أمل يعني ساعات ساعات طويلة ساعات طويلة بالإضافة إلى مهدئات ومسكنات الألم نعم سؤالك على أساس أن الرضيع والأطفال الصغار وهذا في شيء في الطب اسمه بينس كورت شارت اللي هي عبارة عن إيش عن وجه الطفل تقدر تعرف مدى تأثره بالألم مدى شدة الألم عند الطفل على ضوة تعطيه مسكنات الألم يعني هي رسمة الطفل ممكن يقول أنا زعلان لا لا من وجه الطفل أكثر شيء من وجه الطفل نعم من وجه الطفل تقدر تعرف أنه أي سكور واحد ولا اثنين ولا ثلاثة طبعا عشرة هذا المكسيم اللي ممكن يحتاج مورفين وغير مورفين وهذا يعني ممكن تأطون المورفين ممكن بس بجرعات خفيفة طبعا جرعات مدروسة جرعات مدروسة وتعطي عادة بعد العملية دكتور التختير هم اللي بيسيطروا على موضوع المورفين والألام الشديدة والصياح إذا كان يصيح وايد تسكتونا ولا تخلونا يصيح ما نحاول أن الطفل يصيح ما نحاول أنه ما يصيح دكتور بخبرتك ما شاء الله طويلة ووجودك وتعاملك مع الأهالي والسنوات هذه شو النصائح اللي تعطيهم شو اللي ممكن دكتور عبد رحيم مصطفوي استشاري أول جراحة لأطفال ينقل خبرته للأهالي ويعطيهم النصائح أول شي بالنسبة للأهل أنا أشوف مهم جدا اليوم أن تشوف مين الطبيب ليعالج لك مين هل الجراح هذا شو خبرة الجراح هذا ليعالج لعمل عملية لبنك ثاني شي حاول يعني مش بوجود الطفل أم وأب تقعد مع الطبيب تسأل كل شي عن العملية اللي تكون فيها الطبيب هذا كل مضاعفاته وشو نسبة المضاعفات اللي موجود أساس طبعا أي عملية ممكن تحصل مضاعفات إذا لا قد حصل مضاعفات ما تتفاجأ بالمضاعفات ثالث ثالث شي خذ يعني حاول أنه تهيئ ابنك للعملية أنه ما يتفاجأ حتى بعض الأوقات يمكن نضطر أننا نشوف ابن أخي والابن عمي والابن خالي عمل العملية خليه يقعد معاه يشرح له كيف كانت الوضع كيف كانت يعني العملية وهذه أوكي؟ يعني إقناع الطفل هذه لدخول للعملية يفرق كثير لما يكون جاي يعني أنت تعرف يعني بعض الأطفال يدخل علينا مخوفينهم يعني الدكتور يعني بؤبؤ سبحانه أنا خاف مني طرح نحن دائما نقولهم لا تخافون عيالكم إذا سويت شي بيبن الشرطة أو بيوديك يطربك الطبيب الأبرى لأن الخوف هذا ينبني عنده يعني عنده يعني من يدخل المستشفى ولا يدخل عيادة يبدأ أصغر طب ليش؟ الوايت كوت سندروم يخافون من الوايت كوت الله يحفظك دكتور شكرا جزيلا معلوماتك قيمة ونشكرك مرة ثانية ونتمنى لك التوفيق أعزاء المشاهدين مثل ما تفضل الدكتور وقال لازم نحن نبني علاقة جيدة ما بيننا وبين الطبيب على أساس ونحاول بقدر المستطاع نبني ثقافة عن مشكلة الولد على أساس أن العملية نتأكد منها أنها بتنجح والنتيجة تكون سليما للجميع والكل يكون مرتاح في النهاية أعزاء المشاهدين نتمنى لكم الخير والتوفيق والبركة وتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة